اشتركوا في القناة كما سارض جلالة الملك المعظم مع أخيه رئيس دولة الإمارات المستجدات التي تشهدها المنطقة منطقة الشرق الأوسط وفي مقدمتها تطورات الأزمة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة وتعزيز الاستجابة لها إضافة إلى تكثيف الجهود المفدولة لوقف إطلاق النار في القطاع وتوفير الحماية الكاملة للمدنيين وضمان إيصال المساعدات الإنسانية الكافية بمختلف الطرق الممكنة وبشكل مستدام ودون عوائق وكذا الجانبان في هذا السياق أهمية العمل من أجل منع توسيع الصراع في المنطقة من خلال دفع مسار الحل السياسي وإيجاد أفق للسلام العادل والشامل والدائم على أساس حل الدولتين الذي يحفظ استقرار المنطقة وأمنها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر